اه انا دايرتش ان نترك في المنفحين بتاعة الرأي والرأي الاخر اه بالرغم السنة السلف مقايدين بيخاطبوا اقول بتاعة طلب الجامعين والداخلية بتاعة الوسط اه بالضرورة هم كده يقو قدر المسئولية واذا واحد انتقادوا ما يكون اصلا يحاول يتحطر وكده اه اليوم ده انا في موضوع بقلي قلت كده نشي فيه تفكير بدا سلف كيف بالتريق بالتحديد الهجرة الى امريكا لان اصلا اللي بخلي الناس يمشي لامريكا في سبب موضوعي حسب تقديراتي وفي سبب غير موضوعي حسب تقديرات الزولة التانية اه سؤال لابو بكر اعداء بالتحديد والزول ده انا قبل او الفين و اتناشر اصلا كان في الثورة في بتا الشعب السوداني كان في مزاحرات اخي تلقوا مداخلة في جامع هنا وقتلوا انا ما ادير حطر منك بالضرورة تكون قدورة المسئولية قال لي يا اخي الخروج ما يجوز واسم اك او بكر اعداء والسلفين جناها بتاعة الانصار السنة اللي انشقوا قبل فترة رأي واضح هل انتم مع الهكومة ولا خروج ان الحاكم اليوم ده غيرتوا منه سؤال واحد يا شباب انا جبريل جدامكم ما دار ان انتظر اصلا لكن دار انتظر الحق السلفاء او السلفين مو غفكم تجاه البشير وعوانه شنو رفض ولا تعييد اذا اذا كان رفضي بالضرورة تكون عندكم رأي واضح واذا كان تعييد انا حسب تقديرها دي ما في ضرورة كانت لهم سوفين لانه سوفين المشو امريكا مشو بارادة بتاع الحكومة مش الشباب السوفين ده براهوا كده الشارع ده زي وزي ناس المشو امريكا وبمش اسرائيل ولا مشو وفدي مبثل حكومة السودان والشعب السوداني كويس معك ده واحد بالضرورة انا حسب تقديرها دي سوف انزر سنة اوز جناب تادي السلفين اصلا ما سيقوم نوع من الغبط ليه بس حكومة ما ما رسلنا نيهنا مش واضح يا ابو بكر انت قبل فترة عملت لك بحب كبير داعش ما داعش وعمل اجدروا لك بل كامل رئاسية في قصير انت ما حكومة اصلا كويس معك انت اصلا ما شاهد عمل داك ليلية في خاص الصداغة كويس معك اليمنى شنو شان تمشي امريكا انت وامريكا تتكلم انه كتير انت ارتباط بتاك مع السودية شنو سودية يا شباب انا مادر حضر كلام واضح انظر السنة دا والسلفين معروب بعرفو الملياقين بانه سودية حكومة سودية هي الركيزة العساسية في الشرق الاوسط والحليفة الاستراتيجي بتا امريكا في الشرق الاوسط مش معكم ولا سا انت واحد الاثنين كويس معك انت والسودية بيتاك كله امريكا كويس امريكا ولا جزك نينة معك جايدين وعيين تكلم عن الدايش الدايش دا ما اصلا الفكرة المضطرف الماء بقبل لاخر انا جدامك دا لا انظر السنة لا سوفي لكن مسلم ما من حقه ما من حقه كويس معك بالطريقة انا ما حط حطب حسب تقديراتي ما داري شغل بتحطر اذا انت قوة بتاعت الاسم دا حوار بالضرورة ممكن نعمل معك مناظرة واضح كويس معك اليوم دا ما اتاقنيني انصر السنة لان موغف بيتاك تجاد حكومات ضبابية ضبابية اليوم دا انت اذا داري تغيير بالضرورة تبدأ موغف يا حكومة سودية تبعي بيتاك لامريكا دا ما صحيح كويس معك لكان متأكد ما تقدر تعمل حاجة التاني مشكلة اختلاف بتا ايدولوجيات دي سنن سنن ربانية الله قال وَلُوْ شَعَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَهِدَةً كويس وَلُوْ شَعَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَهِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلِذَلِكَ خَلَقْهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةً رَبِّكَ لَأَمْلَ أَنَّ جَحَنَّمَ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَيْنَ كويس مشكلة انت تاقى السلف تاقى دا تاقى يقى سوفي دا يقى كده دي انت اصلا ما تقدر توقف وحت والدليل على ذلك السلفين قبل السنة كان بجغموا بجغموا كلام اللغة ما محترم كويس اليوم دا اللي بقى لكم انتو تنفزلوا او تنشقوا من انصر سنة الجماعة العامة شنو كويس ماك لما احداث شخصية واحداث مصلحية كويس حتى اللحظة انا كايت بسميهم مزملاتية مزمل الفقيري الشيخ بتاعهم وانتو قارب الخروج بتاعكم دا كان ما خروج قانوني او دستوري لانا اقل الحاجة تاقوا مؤتمر عام وتعمل اي مبادرة كده لكن اليوم دا انا حسب تقديراتي اه نازل انتم ما عندوا اي خلاف مع الداعشين اليوم دا انا قاعد في جامعة خرطوم من حقي اصلا نقى هزر سنة نقى سوفي نقى نقى كويس ماك لانو اصلا انا بدء للدولة بتادي المواتنة كويس ماك رسول صلى الله عليه وسلم ازناجا مدينة المنورة رسول ازناجا مدينة المنورة كويس ماك كان انشى دولة سمو دولة المدينة كان يقلبوا كان يقولوا دولة اسلامية لانو شايف الرسول كان عندو هجمة كويس يا هزر سنة ازا انكم اي خيار بالضرورة لكونوا واضحين الاختلاف بدى الشعب السوداني او بدى العالم بالضرورة دار له نوع من الحوار بالمنطق وليس العدلات ودى الاسلوب السيء او النتيجة السيء ورسلين داعش وانصار الدين والشريعة في مال كويس ماك الدين دا ما كله اصدا تقود وحد حاجة تاني انكم مشكلة ما ترابي ترابي يا شباب يا الطلبة تكون كلام دي فوقهم ركزوا كويس ازا كان الانصار السنة او السلف قالهم ما ما بخرجوا من الحكم من الحاكم ازا كان بكرة حوار الوطن دا ودى ترابي السلطة موقفكم ما ترابي كويس ماك واضح كويس نهنا اننا موقف واضح ترابي دا في السلطة ولا برا موقف انه تجاهه يكون واضح كويس معك ازا اندك اليوم دا انده مشكلة بتاعك السلطة بس قول لنا يا اخي انا اليوم دا ما اني مشكلة حتى والوجه سوى الفكر كويس معك لكن لا الناس دا يا شباب ناس بتاعة بتاعة الحرولة ونهنا قاعدين طلاب بتا جامعة خرطوم اندنا واي طام وحسنا سكدنا معين اتبارا تكون اندكم نوع كده احترام بتاع الرأي والرأي الاخر واصلوب بتاع الجغم وما اعرف ما مهترم اصلا كويس ما تقوم لنا مجتمع من الهلة جيب لنا هنا استراض عدلات تعمل شو نياني اه على كله انا بشكركم ونتمنى الحرط يكون موضوي وما تحاول تعمل نت بتاعة بعد الازلة واذا انك مشكلة تانية تعمل مقبو ناظرة في نفس الزمن ولا الزمن تاني وشكرا طيب من خلال كلامه ظاهر طبعا العلمانية فايحة من عباراته ويؤيد احيانا فكرة ترابي من حيث لا يشعر عموما هو قال دا يرد موضوعي خالصا بأرد عليك موضوعي انت ماذا الهاتر صح والجغل دا خايف منه كويس قال لا احنا نحن تجون هنا ما دارين عضلات وما دارين الشغل بتاع داعش انت تعلم تماما انه نحن القاعدين نقدم فيه هنا دا الدين الاسلامي مبني على مصادر واضحة ما عندنا اي علاقة مع داعش ولم على الافكار غيره فهمتني وانا احنا ما قاعدين نجي هنا استعراب بتاع عضلات ولا قاعدين نجي نشتغل الشغل التفجيري والتكفيري بتاع داعش لانه انت حصل لقاك بتاع داعش بناغش في جغل لك فرصة مفتوحة وداك المايك والناس قاعدين تستمر عليك في داعش بيعمل كده يا قد الناس داعش انت بايك ما بيديك ليه داعك بيديك سيف في راسك نحن لا نجي هناك في الداخلية ونحترم عقول الطلاب ونحترم فهمهم وبنقدم للطلاب في الحج اللي عندنا شغلك اللي انت محرشين لك بيه وجايما من برا ودارت لصقه فينا احنا ده احنا ما عندنا علاقة معه فيم ده وانت اعترفت اثناء كلامك انه احنا عملنا محاضرة في داعش بطاية تقول لنا الفكر بتاع داعش يا ودي انت عندك انفصام في الشخصية الناز بتفهم كيف انت داخل كلامك قلت ليه ناس الحكومة وانا جايك له قلت لنا سأل حكومة فتحوا لك وعملت محاضرة في داعش اه انا عملت محاضرة في داعش واجي فيمت ولو كان من اي جنسية من اي قبيلة انت كلامي دا انا ذول اخوي دا دال بحط اي ذول من الشباب دا ذول على المنحة الصحيح وعلى الاستقامة وعلى الدين القويم دا ذول اخوي انا احبه لكن ذول علماني زي دا بنصر مليك بلاد الله من الكتاب والسنة وانا اي طيب قال قال الرب ما في حاجة يسمى دولة يسمى دولة المدينة ما في دولة والسلام كوالدولة السلام ما في الكافر حكم ولا لجنة شعبية الديناء من هنا لما تقوم الساعة الديناء مدينة واحد حكم في ظل الدولة الاسلامية دي بالديني كافر واحد دولة 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 مدنية كافر يحكم مرة تحكم اي حاجة الحكم للجميع الدنيا للجميع ما في كلام زي دا الحكم في الاسلام للمسلم ما في كافر بيحكم ربنا قال وليه يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا يحكم في دولة اوارد عنهم وان حكمت بينهم وان تورد عنهم فليا يطرون تشاء وان حكمت فحكم بينهم فالكسف ان الله يهيو المحسطين ما في تحكم العلمانية ما في دولة علمانية ما في علمان عندو حاجة الدولة كانت في قطط الاسلام في زمان عمر بن شطاق لقى ابو موسى ناشعرين جاء انجوا كاتب يكتب ورغة في انتف والدوايا والقم يكتب كاتب قصراني قالوا هل نخص حليبي المسلم قالوا لي كتابتي ولو قلوا لا اديه حيث أبعد الله ولا اقرب حيث أصول الله ما نجرب كافر أعرف المعلمة انت لو مسلم عندنا بالدولة الاسلامية محترق ايا كان كبير ايا كان نسس مسلم محترق اما كافر عندنا يوجد دولة الاسلامية اما مستاني واما زمي نحكا مزيم كل مستاني ومعاهد انت دق يقعد ويدفع الجزية عن يدهم وهم صادرهم فعل الجزية قد قلوا بيهانة يهانة لان بيهينوك لان الكفار هناك بتمشي لهم نخرط في الوضع ويززوك ونبن حسوف يهينوك وبتمشي لهم بعد الهجن امريكا بوال جاري بوال جاري طيب ايش لان بيهينوك وبظلوك ويمت انت بلاك مم مرد مين ملاك اكان مبين لان بلاك امشي ناك تأكل لينك تفلغها وامشي ناك لان روك لك ويس معنا واحد سميننا بالشغل زوال احلب السودانين دعين 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 ناوائي طلوائي بزاك زوال امنا دعين غال لان اناك يصن بني بلاك بلاك انت جاي من بلد مين بلاك تتارو تزل اناك وانت بتردباه ان العياد العلمانين ما اناك ترتو بالرواد يعني بالكفر انشينا تعيش بلاك ويموت بلاك ويشرف بلاك بلاك انت بتتكلم كيف يا طيب طيب فالدولة عندنا بالاسلام دولة مسلمة تتحاكم للأحلام الإسلامية الحادم المسلم حادم الموت مرة مات انت مات اشتراف ترد مرة تتحاكم في الإسلام ولو كانت من أقل الناس هوكم ما عندها انت قلامي طيب قالوا يا عداد انتو قالوا مزمناتية مزمناتية دي شنو يا حني قالوا طبيعي لهم مزمّل تاخد ما فاهم الحاصل ولا شنو نعنى والله من هنا فوضي للرسول خاصل النبي ساسلم بس دال احنا بنتقى عليه ونمتسس له عليه صلاة السلام هذا هو الذي يطاع في كل ما يقول وكل ما يأمر وكل ما يرحل أكثر من علماء الأمة والناس المعظمين والفقهاء والمبراء الأجلاء يؤخذ القول ويرد أي دلجون النبي عليه السلام والسلام تادي اننا جائم لأو سنو الزمّلاتية وفالتكانية دي حاجة تؤلم الله صادمات وهؤلاء الهندقالية وهؤلاء الهندقالية شاعد لا أفهمنا فهمنا حسنًا كلامنا حسنًا حسنًا بعد ذلك نبنو من بيال ويكون في اختلاف ويكون في اختلاف ويجاب لآية ويكون صادمات إِنَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّتْ وَلِذَلَكَ خَلَقَهُمْ أَخَدْ كَلِبَتْ وَلِذَلَكَ خَلَقَهُمْ فِي مِنُّهُ يعني اللَّه خَلَقْنَا شَانْ نَكُنْ مُخْدَلْفِينَ كِدَ بِسْ مَا أَتْفَهَمْ إِنْتَةَ مَا أَسَوْنَكْ شِمَنَا يعني مَا المُشْكِلَةَ مَا فِي الْآيَةَ نَكَسْكَ بِي فَامَا كِدَةَ وَجَايْ يَعَلِي عَتْبَلُوا pinch Water الناس كلّهم مختلفين إِلاB Annuse من رحمت ربك نَعْبَắcُكُمْ من رحمة ربك sent no God اُقعْبُدْ이면 بِأَجْبُ auch قَالْ وَلِذَلَكَ خَلَقَهُمْ منو رايب يعلمو للمامو مختلفين دين لكن اتعبتهم فم قال ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم يعني خلقهم اخبطوه لا يا اخي فم قويس لا يا ما فهمه كده انت كلانين لانو ربنا قال ما ما خلقه الجن والإيسا إلا محبطوه خلقهم من العباد ومن الاختراح لكن اتعبتهم منها في الله حديث لانو مصيش ولا ديك اتولو لانا بالقرآن انت تتلمت في سياسة في غيره قطب ساعة قطب وانه وانبسغ وتطور وتمحور انت كتل في السياسة نحن نجد لك فيها من النجم وما قبرناك في المشينا فيها لكن ما تلعب للمدين هو عدية العقلية ولا الحديث طيب قال السعودية هل انت عمريكا النزي يا اخواننا ما جاد تتسرق بين ما يتعلق بالعلاقات الدولية من تجارة من غير التعابلات الدولية ومن الدين هل انت كلامي الآن ما يتعلق بالدين هل انت كلامي الليلة اللي انت بشير في امريكا وعند العلاقات مع الصين وعند العلاقات مع وين دي سمع علىكات تجارية بتتعلم بالدين وعلاقات الدول مع بعض. دي نحن يوم من ما يقف من السنكرة لأنه ليلا يفتش تمائيك ده ده صانعك وكاته. والجزما اللي ده سواكاته والمكرافون ده 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 ما مشكلة من هنا. التعامل التيالي لأن نفسه سلم لمن مات دير المرهول علمهم. إن يهودي. شوف الله ينته الطير ده. هذا ما يفعله ده. وانتك شنوه. انت كلامي. عندنا في ما يتعلق بعلاقة. علاقة الدولة المسلمة. بدول اخرى تكون علاقة مبنية على امور دنيا مشكلة. ايه. ما فيها مشكلة. صلح. هدنة. وحرب. وكزا. تتعلق بعلاقات الدول. اما اليوم تكلم عنه. انه علاقات في الدين. السعودية تقول ليه بدأي الدين النصارى ولا اليهود في جملة واحدة. كنت عارف بعض الاتفاقيات اللي امريكا دار توقيعها مع السعودية. الان خش في النات. طيلا الكلام ده مكتوب كله. بالصوت. ها? فيها بدود بيتمسى العقيدة الاسلامية. السورية ردد على الان بيان مفصل. بيان كامل. اللي احنا لا نسمح. لو سير على الحال مفصلة للعقيدة الاسلامية. اللي احنا قلنا المسلمين. بس ان الكسرال بسواء المسلمين. ويركب العربية بتاعت المسلمين. وما يتعامل. كده. وفيه عسل بيقبل كده. عجل بيقبل كده زي ده. وانت الان لو بتدعامل الاسلامية. احنا ما بخلوك. انت اللي احنا لا يتبينها. من هنا. يشير احنا سودانيين. بيشير مهددين سودانيين. لكن في الدين. يجي يشير دين من سودانيين. احنا دين. انت لو سودانيين لو متأكدوا ان دينك مستقيم بيشير مهددين. عجل ان تكون انه ماذا يدعى. فهمت انه ماذا يدعى. معناه شلو الكلام ده. ادرب يا دونياكم يعني الدنيا دي. ادعاما فيها باي طريقة بس ما تكون حرام. بايش. انت تاجرت مع كافر تعاملت في تجارة مع. ما في مشكلة. دا كله. ما في مشكلة. المشكلة لما مش تبيع دينك. تبيع دينك. تهمتك لاني. الان الصوفية لما ماشي لامريكا. الصوفية دار ماشي. عندهم مصنع بس كوين دار بتتحوناك. في مهيوه دار يجيبوه من هناك. في دلقانة دار يجيبوه من هناك. ماشي لاشنوه. ماشي لديين. دار يناقشوا عن كفار في دين. وده دار فوضوا اننا رحنا. شكل العام من تهم مشهد الأصوفية لتجارة. ما ماشي لتجارة ظل. كما جو سايشة اللون سم سم. دار ينروا في امريكا ودوراجين. احنا بنزالوا بيعوزائلين. وتعالوا اشبه اماما هايوه اهلين. ده ما قبيتة. قبيتة لما تكون مسألة دين. كنت تعرف الفريق. وده ما فاهم اي شيش جايد جايد صحي. طيب. السؤال. درقان ما السؤال. السؤال. قال السعودية حليفة بتاع امريكا. شوفوا حليفة في ديني. نحن ما نقبل من السعودية ولا من غير. فحالف امريكا في ديني مبهجة من اي احد. يطلع لنا. لكن في امور دنيوية وعلاقات تولية. احنا ما ندع مها قضية. ولا ينسى ذاتك. لو عندك الآن علاقات تولية. مبهجة مبهجة الديني. مبهجة الديني الاسلامي. مبهجة مشكلة. يا خليكم مع الكاظر جمك كده. في ام جاته؟ الكاظر درقانية جنب البيت. بتمشي الصباح его يحبcemos اردعى. في هاته يا ادي تحصيل الصباح اين يتحصيل الصباح الصباح yr اجب على العادل يطلع هاتف لي بالحليفة. قالي المتاب towards ودح. والا للخروجة قلب عدوega لتحصيل الصباح اين ل Cada müller التحصيل الصباح يا اي اياتي كده. خος ينسى ليدسم الصباح كان يتحصيل الصباح فلاهي شد الخلاج الاوم pounds 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 pounds.ة totally pounds we had né. انتو قالوا على الحكومة ولا انتو على الشهد نحن مع الطيور انت ما فاين ماسا نحن مع النوم نحن مع الرسول 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 عليه الصلاة والسلام قال حاكم مسلم ما تمره عليه انت دعتمد الأمر قال مش كشلتك والفات مش وريت من المر الفات جبنا لك حادث كثيرة قال ريناه في المحذين نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال من خري على نيري غي تشفي وقال اسمع واطع وانطرى وظهر وهاكا زمالك دي حديث نحن مؤمنين بها انت كما هو مؤمنين بها نحن مؤمنين بها تمام والعاكم داع الخروج على المبضل مش مسلم واكتله كيده وافسده النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لنا حيصف وحيعملوا يعملوا حق واستاثروا بالمال وقلوا بسووه قال ما تمره قال يا اخي اعتبروا دفهمانا فيمتاني ان الحديث انا فيمت منه كده مجعلة الدجوز الخروج قائد كيبه بس ايه قائد ويقونك في امرقوا واطعوا الشارع لن احنا اكتر منكم يعني اسأل علمانين في السودان نحنا اكتر منهم الصلافين احنا اكتر منكم قدار هاتف امركم ويعاقوا لك اولاك والحاكم ان عندنا الكافر شوف لو الحاكم كفر بالله عديد ما يجوص الهروج عليه اللي لا معدسه كمال قدرة على رزالاته دعاك على الكافر ساداته اتي الان شوفوه للحاكم كفر ولا انت قدرت شوف انت ما انت قدرت له اكلمك النصيحك ما بتقدرته موش انت بتعتبر الحاكم ده حالس انتفضوا عليه طائب راجبين يلا ادوه بهين قوالي وامركم باجاي وبتلقبت البساطين راجبين لك مهناك دود بساطينة يتنوم على مطنق ياخن كمال ما تقدر علي زالك فرعان فرعان الكافر الكافر الصحي صحي موسى عليه السلام ومماعهم من المؤمنين ما خرج على فرعان ما خرج عليه وقال له يقوموا صفروا قال له مصبروا فشوف انت بفاهم بصير نحن فهمنا في إصلاح المتنمع الإصلاح انت زعلان من حكمه درت أحكمنا كيف هو الوضع الخشدك والقبار وشو اللي بقاركم تقول له موضوع واحد يجيب لك تغيير ودار دار أصلح ما دار تصلح دار دار أحكم دست موضع يعني عند النهاية هو الحزب بتاعه ودار يبع شعرها كبلقة عربية ويقوية كانت نديق قدامه وكده ويقف حقا شوفاك ويعني فيك كده بقى على عين نظر النظارة ويعني فيك كده واتفلة ويقف على الجزاز ويفوت بهناك وضرب الجداد ونوفي بياته ويعني في الدلفزيون وانت بجاجي عانو وانت يقول لك أبوبا يا رباني الشارع وانت استلقى عانو في محلق ده وداني حداني تقارك مع واحد جديد يجي كده لا مو انت نحمد وانتشيل عوليه وانت ياسمين على سطرنا وتكورب معه يخل ويخل ويصبت يصبت والتسافر مباشتر وحب مارجة وتشيل ده وصد جده وتنزل ده وصد جده وترفع ده وفيني اي واحد يصل هناك بيبلع الشغل أنا هو التجاعد يا مسكيني ما انتك حاجة ما انتك حاجة ما انتك حاجة حاجة على مصمحته جده ما في واحد حاجة على مصمحته اي جزوال فيني قدر يأكل هره هدر يأكل وانتك ولا قلق تاريخ البلدي حكماكم انت ما قلق تاريخ البلدي ولا شيء ما قلق لقل لقل له ولا يحببتك ما حجاتك يأكل ما خوة تاريه يجو 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 يربه شخص يا مساكيني ديك لفت الطواب وزاق وزاكم شوف ايه ما في حاجة تاني تصجد ده تاني شوف ده ما بيصلح كله نحن عندنا نتصلح صليح لصليح المتمع ما بصليح المتمع ده والله تعيش مقاسي كده لما تموت جده وده للجناة ويموت في مقاسي زي دي وما بصليح البلد لي ما بصليح إلا بعقيدة وبيسنها لا بأخلاقها لا لعنى أفسط الناس الكمساري أفسط الكمساري بس ده انت عارف تركب تندي عشرين جنيه بيعمل لك لما عنده فك سيقال عشرين ملاون سيقال عشرين ملاكي بعلقوا المراكي بيعمل لك أول ما تغلق بطلق له نازل إزي حالكة ربعة إزي حالكة دي لكتب بتنزل بهيني ما بيديك حقا الأخلاق يقوى لما النزاق والأخلاق لدي إن عدمت إلياما رحم الله في متمع ما ما تنفل علم بيحاق متمع وما بصليح اللي يصليح المتمع كل المتمع يصليح أو غالي المتمع يصليح بعد ذا كده تلغيب بجل برد الصلحة طيب طيب آه تاني ما زل في حاجة قال دار مناظر ويت تتروزاتي يا المناظر انت تابع لأخيزك أنا مناظر لي لذلك سائجة مغيين ناظر لي أنا مناظر لك سائجة تابع لأمون يبلنا سيدك لن تتابع لأو الحاجم سيدك لن تتابع لأو تابع لأشيوعين يبلنا الجواكين من دعنا الشيوعين الكبر انت غالبك أرسى شبها انت غالبك تجيبه بهمت كلامي انت شبها انت غالبك تجيبه وغالبك تأسلنا فكرة الزعة انت مؤمن بيك على أي حال شو بسمع كلامي ده كويس انت دار معانا مناظر نحن بفضل الله جاهزين نناظر من إبليس لآخر واحد جاهزين نناظره بس وليب نجيب وجبنانا الحيزي بتاعه لأنه نحن ما فاضين نقعد نطاردين في جماعة واحد لجين واحد لجين لا 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 انت جبنانا حيزك رأسه عديد شام مناظره واحدا فرتق الحيزي كله قبل كده الشعالين ده في جامعة الخارطون دي فارتقناوا بمناظرة في شمبات العلمانيين الاتحاد الديمقراطي المناظرة كانت 2006 مش هالما ده هي مناظرة واحدة فارتقناوا بطنظيم كله الحمد لله نحن داري مني الفكر يلقي بين نفسنا التهزك ويجع في المناظرة يجينا فكر وحزب حزب عديد يجبوا لأفضل طاعتنا على الوائنا نناظروا ومناظروا العيين والجاملين لدى ذات ننتهي مكتماما بآيات وحديثنا من سحدك الواطدي ونشوف البحث ننتهي شامل لسوء الغاد والسلام عليكم لسوء ال�